هناك حقبة لجيل ذهبي على وشك الانتهاء مع تزال روجر فدرير و سيرينا وليامز وقرب انتهاء مسيرة رافايل نادال وأندي موري كيف تقارن هذا الجيل الذهبي بالجيل الحالي من إيقاش فيانتيك الكراز أظن ليس هناك مقارنة لأن بعد بين نادال فدرير وأساطير كل واحد عنده أكثر من عشرين بطولة من القران سلام يوم الأمس لاحظنا جوكوفيتش الفاز باللقاب الرقم 23 في مشواري الاحترافي لو قارننا بوريس بيكر أو جون ماكنرو أو بيورن بورغ الأساطير الكبار في هذه الرياضة أو بيت سامبرس أيضاً 14 لقب ماكنرو ربما عنده سبع ألقاب وتمن ألقاب بوريس بيكر أربع ألقاب إذن هؤلاء اللاعبين في جيل غير نقول مصدق وأظن بأن سننتظر سنوات عديدة لأن نرى لاعبين بهذا الشكل بهذا المستوى ولهم القدرة للوصول لهذا المستوى الفوز بهذا العدد الكبير أتمنى أن كارلوس الكاراز أن يفوز بعدة بطولات وأن يفوز بأكثر بطولات من اللاعبين نادال أو جوكوفيتش أو روجيا فدرير ولكن الأمور ستكون صعبة أظن بأن هذا جيل صاعد جيل جيد هناك عدة لعبين بأسماء جديدة بين عشرين سنة وأربع عشرين سنة وهذا شيء جيد إذن أمامهم مستقبل جيد ولكن أظن ليس في إمكاننا أن نقارن أي لاعب في تاريخ هذه الرياضة مع روجر أو رافا أو نوباك جوكوفيتش دعونا نرجع بالذكرى لمسيرتك المهنية كلاعب ومشاركتك بمنافسات بطولة قطر للرجال يمكن أبرز لحظة كانت الفوز على الأسطورة بيت سامبرس الذي كان وقتها يعني مسيطر على الألقاب بالجراند اسلام كانت أظن كانت مباراة تذكارية أظن لا أصدق حتى الآن الفوز برقم واحد عالميا بيت سامبرس خصوصا في هذا الوقت الذي كان ربما كان في المرتبة الأولى عالميا كان يفوز بكل بطولات لجراند اسلام تقريبا وفعلا الفوز على بيت سامبرس أعطاني ثقة في النفس كبيرة وافتح لي الأعين وافتح لي الأشياء التي لا أصدقها وقلت لماذا لا أنا مغربي ولماذا لا أن أكون ضمن المئة الأوائل أو الخمسين الأوائل ولما تصدق ذلك وتفوز على سامبرس وبعد ذلك تفوز على عدة لعبين آخرين أظن بأن التقة في النفس لها أهمية كبيرة جدا في الرياضة بصفة عامة أظن قال ذلك جوكوفيتش يوم الأمس في الملعب قال بأن كل لاعب عليه أن يكون أن يصدق الحلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر